بمستوى منخفض من التوقعات الإيجابية حيال مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث يستأنف هذا المبعوث مجددا جولة بدأها بالرياض وشاملت لقاء مع الرئيس عبد الربو منصر هادي في عدن لم تعد وسائل الإعلام تحتفي بتحركات هذا المبعوث الذي أخفق حتى الآن في إقناع الحوثيين بالقبول بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها مقابل تجنيب المدينة معركة وشيكة فيما لم يرشح أي شيء عن اللقاءات التي أجرها جريفث في العاصمة السعودية الرياضة التي غادرها الإثنين وكانت الإحاطة التي قدمها جريفث إلى مجلس الأمن عبر الفيديو حول آخر تحركاته وجولته المكوكية الأخيرة قد أثارت ردود أفعال غاضبة من أطراف عديدة وذلك على خلفية البيان الصادر عن مجلس الأمن والذي بني بنظر المتابعين على ما جاء في تلك الإحاطة أبرز ردود الأفعال تلك جاء من القياد في المؤتمر الشعبي العام القريب من الإمارات الدكتور أبو بكر القربي الذي اعتبر أن إحاطة المبعوث الأممي وبيان مجلس الأمن خيب آمل اليمنيين الذين لم يروا فيهما بصيص آمل للحل مجلس الأمن كان قد طالب كل الأطراف للإنخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة للمضي نحو حل سياسي في اليمن وطالب بأن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا فيما يشكل غطاء لتعنط الحوثيين الرافضين للانسحاب من المدينة وعلى نحو أن أبقى حالة عدم اليقين حيال نجاح المبعوث الأممي في تحقيق اختراق مهم في المدى المنظور بنظر المراقبين مضى أكثر من شهرين على المهلة التي قطعها المبعوث الأممي على نفسه لإنجاز إطار عمل للمفاوضة المقبلة بين الأطراف اليمنية وحتى اللحظة لم ترشح ملامح ذلك الإطار في إشارة إلى الصعوبة التي يواجهها لا يتوقع المراقبون تطورا لافتا في لقاء المبعوث الأممي بالرئيس عبد الربو منصور هادي في عدن وذلك في ضوء الموقف المعلن للحكومة بشأن ضرورة انسحاب الميليشية من الحديدة والميناء وهو ما يرفضه الحسديون حتى اللحظة